للتذكرة بس يعني قبل ما تطرق لقصة قرعة كاس مصر هنبتدي لسه دولة 32 عاكوة خد بالك احنا هنبتدي دولة 32 والدوري طبعا لسه مكمل خد بالك انه الاهلي انه النادي الاهلي اللي لعب وصل لخط النهاية في بطولة دوري الابطال وراح شارك في كاس عالم أندية وكاسبان سوبر مصري وكاسبان كاس مصر ومتصدر بطولة دوري رغم ان ليه اربع مؤجلات انا ناسي مش عارف طبعا انا الدوري يعني تاهميني بس على اعتقد ان احنا لينا اربع مؤجلات اعتقد لعبنا 21 وفيوتشر اقرب حد لينا لعب 25 على ما اتذكر يعني وبالتالي متصدر وانت ليك اربع مؤجلات وانت الفريق المصري الوحيد اللي بتصل لبطولة يعني المربع الدهري او الدور قبل النهاية في بطولة دوري الابطال وهترجع طبعا تلعب في كاس مصر وهقول لكم القرعة اوقاعة الاهلي احنا هنلعب منتخب السويس اعتقد في دوري 32 لكن هقول لكم باية المشوار يعني ولسه عندك 14 او 13 مطش فضلين لك في الدوري ولسه عندك سوبر المصري بتاع الموسم الاخير ولسه عندك سوبر ليج فانت متخيل الفطورة اللي بتفحها النادي الاهلي وبتفحها لعيبة النادي الاهلي اربع مؤجلات زي ما قلت لحضراتكم بالضبط اربع مؤجلات للنادي الاهلي في بطولة الدوري بالتالي انت متخيل حجم الفطورة اللي بيتفحها النادي الاهلي نتيجة نجحته يعني نتيجة نتيجة انه سفير مصر الوحيد على كل مستويات محليا العلامة الكاملة لغاية اللحظة اللي بكلم حقاك فيها الاهلي علامة كاملة الموسم ده الاهلي علامة كاملة مع فرصيده بطولتين سوبر مصري على حساب الزمالك كاس مصر كاس مصر نسخة القديمة طبعا على حساب بيرميدز مشاركة في كاس العالم كانت مشرفة رغم حتى انه مكادش على مستوى طموح الجماهير النادي الاهلي لكن هي بكل المقاييس كانت مشاركة نكحة جدا وصول الدور قبل النهائي في بطولة دوري الابطال الافريقي صدرت الدوري المصري رغم انك ليك اربع معجلات كل ده محطش قدر ينكر انه علامة كاملة من بداية الموسم لغاية النهاردة لكن هو السؤال هنا هل هل لو ده فريق تاني غير النادي الاهلي كان ممكن يعمل كده يعني كان عنده المقدرة انه ينجح على كل المستويات رغم كل الصعوبات اللي بتتحط في طريقه ليه عندنا في مصر وارد فيه ناس بتتحطى سيناريو فكرة انه نجاح الاهلي الشديد ده بيكشف انا قاسب بن قسيني يعني فشل المنظومة الرياضية في مصر اللي مفيش حد فيها بيحقق اي نجاح يسكر على اي مستوى ورغم كده الصوت عالي جدا ومحاولة التكسير في نجاحات الاهلي او تشويه النادي الاهلي او جر النادي الاهلي لصراعات تقريبا اصبحت شبه يوميا وغير منطقية وغير مبررة وغير مفهومة على الاقل على الاقل للقاعدة العريضة من جميع النادي الاهلي النهاردة ازمات وراء ازمات وراء ازمات مش مفهومة ومش مبررة ومش منطقية وهنا لازم نقول انه يعني زي ما بتديت الحالة اقول لا جديد يسكر لكن في قديم يعاد هو نفس الاسلوب ونفس الطريقة ونفس المنظومة اللي ما بتتغيرش وعلى فكرة ما فيش حاجة هتتغير يعني لو انا بتكلم هنا عن مستوى الادارة ما ليش علاقة باشخاص وما ليش علاقة باسماء انا بتكلم على اسلوب وطريقة ونظام الادارة الرياضية في مصر الادارة الرياضية في مصر ما تنتظرش ابدا النتائج مختلفة وانت كل المعطيات والمقدمات اللي موجودة عندك هي هي من 30 سنة ما فيش حاجة بتغير ما فيش حاجة تقدر تقول عليها طبعا احنا هنا بنتكلم على قواعد ولوائح ونظم وقوانين رياضة اعتقد فيها قصور شديد جدا وإلا ما كانش حصلت حالة الجدل وحالة التشتيت والتشويه اللي بتحصل يوميا والمغارطات اللي بتحصل بشكل يومي والناس ما بقتش فهمة في لوايح في بنود في قواعد تم الاتفاع عليها وإقرارها من القائمين على المنظومة هل القواعد دي بيتم تطبيقها هل في شفافية ولا كله بالكيف والهواء كله على الكيف والهواء فما تنتظرش في النهاية والله هنا مش بتكلم على وقع أو على حالة واحدة أنا بتكلم على حالات متكررة بتكلم على منظومة بقى ده العرف السائد في مصر كل واحد بيعمل على مزاجه كل واحد بيعمل على كيفه وفي النهاية على فكرة رغم أنه ده حقيقة يعني أنا احنا بقلنا هنا تقريبا أنا على شاشة الأهلي بقى لي موجود تقريبا ثلاث سنين ده تقريبا بقى العرف في مصر ما شفتش في لحظة من اللحظات أي حد من المسؤولين في مصر بيدعم النادي الأهلي رغم أنه هو النادي الوحيد والله بعيدا عندنا أهلاوي أنا لو مش أهلاوي هبقى فرحان أنه فيه كيام في مصر فيه نادي في مصر قادر يرفع اسمه مصر كده والأهلي لو مش موجود في مصر أنا آسف غابت مصر على خريطها على كل مستويات أندية ومنتخبات وعلى كل الرياضات مش بس على كورة القدم وعلى فكرة أفريقيا كلها تعرف حجم وقدر النادي الأهلي أكتر من المصريين نفسهم وتقدر قيمة النادي الأهلي أكتر من المصريين نفسهم وتتمنى أنه يبقى عندهم كيان زي كيان النادي الأهلي يضرب به المثل كيان ونادي واسم يضرب به المثل ما شفتش ما شفتش نادي ما شفتش نادي أجمع على احترامه كل المنافسين في الخليج العربي في السعودية وفي الإمارات وفي قطر وفي الكويت وفي البحرين في أفريقيا شمالها تونس المغرب الجزائر في عمق القرى الأفريقية في جنوب أفريقيا وفي الكاميرون في دول كبيرة جدا كروية مش بكلمكم على دول صغيرة إلا ما شفت كل الاحترام والتقدير لإسم النادي الأهلي الكل يعلم حجم وقدر وما كانت النادي الأهلي المصري بس يبدو أنه لا كرامة لنبي في وطنه